ناخد تسعتاشر. لو عرض عليك المشاركة في ليجان تحكيم برامج المواهب هل ستوافق ام سترفض? هو بصي المسألة محيرة شوية لاني انا ما بحبش اكون حكم. مش يعني انا ما احبش اكون با باصدر حكم على حد. اوكي. وبالتالي والله يعني لو هيدونا فلوس كويسة ممكن انا بقى حكم. اه طبعا برهب عليك معك. طب واستاذي من الحكام اللي شفتهم عجبوك? اه. ما عم بذكر اسمي. كازم الساهر. اوكي. اه في الجون. يعني اللي بقوله. بتشفق معهم. يعني متى بتكون قاعد عم يعني بتكون قولي الله يا ريت قال هيك يا ريت المقام طلع عنه. لا 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 انا اتفرجت وشفت اه كان كازم اه دقيق ومنمق وكان واخد المسألة بتحسوا انه انتوا قراب ببعضكم مسلا بالكلام بغناء القصائد لشعرك. لا لا انا مرة واحدة بس يعني هو هو صديق واخه وجميل. لكن انا مرة واحدة يعني اشتغلنا مع بعض كانت حاجة من الحانه. كانت حاجة للوطن العربي. لا انا قصدي كفنان. بتحس انه انتوا بتتفقوا فنيا حتى من بعيد. انا بحب انا يعني اه طب اصي خلي بالك. اه بغني كانت الكلمة. يعني هي الفكرة كده. فهو الفنان اللي بيهتم بالمادة اللي بيقدمها الممثل او المطرب. او الصحة هي هي الكلمة. صح 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 معك حق معك حق.